بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أعزائي الكرام في عدد جديد من برنامجكم الذي اعتدتم عليه الموسوم بسبحان الله وبحمده فقولوا لتأخذوا الأجر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مرحبا بكم مرة ثانية كما أرحب بحضوري الكرام في الستوديو وأرحب بالمتلافسين الثلاثة الذين حلوا علينا اليوم عبيدة وحسين وأسامة مرحبا بكم نبدأ بعبيدة مرحبا بك السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومن والله أما بعد أنا من جلاتي عبيدة عبدالإله أدرسه سنة الثالثة متوسط وحافظ من قرآن الكريم ويصل لها حزبين ما شاء الله عبيدة على اسم الصحابي الجليل الذي مر معنا أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه حسين تفضل السلام عليكم أنا حسين وحمد سعيد نعم أحافظ من قرآن الكريم عشونا حزبه كم عمرك ثلاثة عشر سنة ما شاء الله حسين على اسم الصحابي الجليل حسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أسامة أسامة بن زيت رضي الله عنه أنا أسامة معنو عمري 17 ما شاء الله مرحبا بك أسامة أنتم جاهزون ننطلق على بركة الله ونتوكل عليه مع الجولة الأولى السؤال الأول ركزوا معي واستمعوا الخيارات ثم اضغطوا على الزر الذي يعرف الإجابة يضغط على الزر قال الله عز وجل في سورة عبس المكية أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى يقول السؤال ما معنى لفظ قوله تعالى تصدى تقبل عليه تصده وترده تعرض عنه تفضلوا تقبل عليه تقبل عليه والإجابة صحيحة الجواب كالتالي لفظ قوله تعالى تصدى هو تقبل عليه أما من استغنى فأنت له تصدى السؤال الثاني قال الله عز وجل في سورة الفتح المدنية فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يقول السؤال في أي سنة بايع الصحابة رضي الله عنهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان في السنة السادسة للهجرة في السنة السابعة للهجرة في السنة الثامنة للهجرة تفضلوا السنة السادسة للهجرة السنة السادسة للهجرة نعم الإجابة عبيدة صحيح في السنة السادسة للهجرة نزل قوله تعالى من فوق سبع سماوات مزكيا بيعة الرضوان وراضيا عن الصحابة المبايعين في شهر ذو القعدة من السنة السادسة للهجرة النبوية الشريفة خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة مع ما يربو يعني مع ما يزيد مع ما يربو عن الألف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قاصدين مكة بيت الله الحرام للاعتمار ولما سمعت قريش بمقدمهم أجمعت رأيها عن صدهم عن التقدم وتجهزت لحربهم فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليهم الصحابي الجليل عثمان بن عفان العبشمسي رضي الله عنه رسولا من عنده صلى الله عليه وسلم تفاديا لحرب ضروس في أرض الحرم يؤكد لهم أنهم ما جاءوا لحربهم إنما مقصدهم أداء العمرة وزيارة البيت العتيق يعني جاءوا عمارة وكان ذلك أولى من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال فإذا بقريش تحبس رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عثمان فشاع بين المسلمين رضي الله عنهم أن عثمان رضي الله عنه قتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يعني جمع أصحابه رضي الله عنهم للبيعة على القتال فتواثبوا إليه تواثبوا يعني أسرعوا إليه يبايعونه على الجهاد معه والقتال دونه صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة وبشر أصحابه رضي الله عنهم بدخول الجنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ما أحلاها من بشارة أو بشارة أخرجه مسلم ننتقل وإياكم إلى السؤال الثالث من هذا العدد عبيد له نقطة وأسامى له نقطة حسين أخفقت في السؤالين لك الحظ في الجواب السؤال الثالث من الصحابي الجليل الذي قاتل بالسيف الذي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الصحابة الأمجاد رضي الله عنهم هل هو الصحابي الجليل أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه أم هو الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه أم هو الصحابي الجليل سعد بن الربيع رضي الله عنه تفضلوا نعم سهل بن الربيع الإجابة سعد بن الربيع الإجابة خاطئة حسين نعم سهل بن حليه الإجابة خاطئة أيها الكرام المشاهدون عبيدة له نقطة أسامة له نقطة السؤال الثالث أخفق كل من عبيدة وحسين لأن السؤال فيه اختيارات ثلاثة لم يبقى إلا اختيار واحد لا نستطيع أن نعطيه المتسابق أسامة أعزائي الكرام الجواب كالتالي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن يأخذه بحقه قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أو خرشة أبو دجانة المكنة بأبي دجانة أنا أخذه بحقه يا رسول الله قال فأخذه يعني أخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين أخرجه مسلم وكان أبو دجانة رضي الله عنه يردد ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول الكيول آخر الصفوف نبذة تاريخية عن هذا الصحابي البطل المغوار الجليل أبو دجانة رضي الله عنه مع الزميلة سارة سماك بن خرشة بن زيد بن ثعلبة الساعدي الخزرجي الأنصاري المدني المكن أبو دجانة الأنصاري من الذين تبوأوا الدار والإيمان قبل مهاجره صلى الله عليه وسلم شهد المغازي النبوية جميعها بدءا ببدر ثبت يوما أحد ودافع عن حياظ نبيه صلى الله عليه وسلم دفاع المستميت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واصل الجهاد على نفس النهج وبنفس الوهج حيث خاض مع الخليفة الأول للمسلمين الصديق رضي الله عنه حروب الردة لإرساء دعائم الإسلام شارك في معركة اليمامة الفاصلة مقبلا غير مدبر حتى تأكد النصر للمسلمين على أعدائهم وتم قتل الزعيم المرتدين ومدع النبوة مسيلم الكذاب وعلى أرض المعركة ساحت دماؤه الزكية وسعدت روحه الطاهرة ملبية لنداء ربها لتستقر هناك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سنة إحدى عشر للهجرة وهو رضي الله عنه يردد ويقول أنا سماك أبو دجانة لست بذي ذل ولا مهانة ولا جبار القلب ذي استكانة لا خير في قوم بدين خانة أسياف طالما والله جلا بها أصحابها الكاربا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله حق جهاده وكانت له قدم صدق وسبق عند لقاء الأعداء ولم يأل يعني يألو جهدا في نصري أو نصري الإسلامي وإعزاز أهله أيها الإعزاء قبل أن يغادرنا حسين لابد من قوله كلمة قل كلمة حسين قبل أن تغادر أشكر للقائمين على هذه الحصة وأشكر فضيل الشيخ وأشكر والدي الذي حفزني على حفظ القرآن وعلى كل شيء أنت تنوي ختم القرآن إن شاء الله إن شاء الله يعني في كم المدة إن شاء الله سنة سنتين إن شاء الله تختم كتاب الله سنة ونصف سنة ونصف إن شاء الله سنة ونصف تختم كتاب الله سبحانه وتعالى هذا أفضل شيء وسيساعدك بإذن الله سبحانه وتعالى في دراستك أعزائي الكرام إلى الجولة الثانية مع عبيدة وأسامة مع الجولة الثانية مستعدان عبيدة أسامة السؤال الأول عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع يقول السؤال أكمل الحديث النبوي الشريف أحب الكلام إلى الله أربع من أسامة عبيدة أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله أكمل أسامة والحمد لله والله أكبر ما شاء الله أسامة إجابة تقريبا موفقا بارك الله فيك الجواب كالتالي عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استمعوا يستمع المشاهد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه إذا قرأ مثلا القرآن فاستمعوا له وأنصته إذا تلي أو استمعت تلي عليك حديث رسول الله صلى الله وسلم قال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرهن أو لا يضرك لأيهن بدأت أخرجه مسلم يعني بدأت بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله الله أم قلت الحمد لله و سبحان الله ولا إلهان الله أكبر إلا أن المشهور هو الذي ذكر في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده وهو اسم هذا البرنامج التنافسي سبحان الله و بحمده اقتباسا من هذا الحديث العظيم المشهور الذي كلنا نحفظه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم الحديث متفق عليه و كما أسلفنا و هو عنوان برنامجنا هذا الطيب المبارك ننتقل إلى السؤال الثاني من هذه الجولة في سورة النحل المكية قال الله تعالى عبيدة جاهز أسامة بسم الله و لقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن أعبد الله و اجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يقول السؤال ماذا كانت تعبد ملكة سبأ و قومها من دون الله تعالى الغني عن العالمين ملكة سبأ هل كانت تعبد الشمس أم القمر أم الكواكب كانت تعبد الشمس أم القمر أم الكواكب الشمس الشمس والإجابة أسامة و وفق و صحيحة الجواب ملكة سبأ و قومها كانوا يعبدون الشمس من دون الله الغني عن العالمين الاستشهاد بكلام الله وهو أصدق القائلين وهذا أحلى ما في البرنامج أن تسمع الإجابة و الاستدلال لها خاصة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في سورة النمل المكية بسم الله الرحمن الرحيم وجدتها و قومها هذا قول من؟ قول الهدهد وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله الآيات ثم آمنت بنبي الله سيدنا سليمان عليه السلام الذي دعاها إلى الله تعالى و صارت تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له قال الله تعالى في سورة النمل قالت يعني بلقيس ملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي و أسلمت مع سليمان لله رب العالمين قبل أن ننتقل حضراتكم إلى الجولة الثالثة نشكركم على صبركم معنا حتى هذه الجولة نلفت انتباهكم و انتباه الحضور إلى أن أسامة قد تأهل معنا إلى الجولة الأخيرة من هذا العدد أما عبيدة فقد أخفق في هذه الجولة عبيدة مشكور لحضورك معنا و نحن جدس عذابك قبل أن تغادرنا أترك لنا كلمة أو بصمة أشكر كل من أشكر على استيضافة بالحسن هذا واجب يا عبيدة وأهدي تحياتي إلى عائلتي نعم و أتمنى التفق لكل من أفطى في حفظ القرآن الكريم إن شاء الله و سأوصل على حفظي وترتيه إن شاء الله ترتالا ترتيلا حسنا إن شاء الله حسنا بارك الله فيك عبيدة جزاك الله خيرا أيها الأعزاء الطيبون الأوفياء لهذا العدد مع الجولة الثالثة فكونوا معنا إخواني الكرام مع الجولة الثالثة و الأخيرة من هذا البرنامج و نحن نحب هذه الجولة و نتشوق إليها لأن فيها تلاوة آيات من كتاب الله سبحانه و تعالى متأهل معنا إلى هذه الجولة هو المتنافس أسامة تجاهز أسامة نبدأ على بركة الله نعم توكل على الله السؤال يقول اقرأ بتؤادة خذ نفسا و استعذ بالله مش ترجم و قرأ عادي السؤال يقول اقرأ الآيات الخمس الأوائل من صورة الزخرف المكية هل أنت تحفظ لهذه الصورة؟ نعم أسامة لا يحفظ لهذه الصورة هم تدئوا في حفظ كتاب الله قد يحفظوا بعض الأحزاب لم يصل إلى صورة الزخرف لا بأس إن شاء الله فلك الوقت بإذن الله سبحانه و تعالى كي تحفظ كلام الله سبحانه و تعالى و تجتهد فيه فالله عز وجل قد تكفل بحفظه و قد وعدنا أنه سهل الحفظ و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بارك الله فيك أسامة جزاك الله خيرا قد فزت بالجولة الأولى و الثانية أخفقت في الجولة الأخيرة نشكرك على حسن صبرك معنا و حضورك معنا جزاك الله خيرا تقول كلمة قبل أن تغادر نعم للوالدين للوالدان نعم قل بسم الله بسم الله نشكر من قام بالحسن سبحان الله و بحمده نعم و نشكر الشيخ نعم و نشكر من الجمهور الله يبارك فيك إن شاء الله أسامة جزاك الله خيرا قبل أن نستودعكم إخواني الطيبين نتلو على مسامعكم هذه الآيات التي لم يستطع أسامة أن يقرأها عليكم من صورة الزخرف المكية إلى ذلك والحين نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في العدد القادم فكونوا معنا كي نستفيد و نفيد بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحناً كنتم قوماً مسرفين صدق الله العظيم